يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وذلك لمناقشة التطورات في غزة من المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام مجلس الأمن حيث سيعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة كما سيطالب ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وضرورة ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام